محمد صلاح بقى انا وانا بفرج على محمد صلاح النهاردة وفرج على الارقام وفرج على التاريخ اللي يصنع مش النهاردة بس النهاردة ومبارح وولمبارح وبقرى ان شاء الله وكل الايام حاجة فوق الخيل تذكرت من كم سنة كده نجمنا المصري الرائع كان مهاجم رائع جدا اينا ما كملش مسيرة رائعة بس كان مهاجم رائع جدا افتكرت عمر زاكي كان عمر زاكي وحكايته مع وجن وكان فيه في عقده انه لازم يسجل عشر اهداف في الدولة الانجليزية وانه زمالك ياخد مقابل لده وحكايت كده فكنا بنعد الاهداف مع عمر زاكي فلما سجل عشر اهداف مع وجن قلنا يا خبرة بيض احنا بقى عندنا دروجبة في الدولة الانجليزية احنا بقى عندنا اعظم مهاجم في تاريخ الدوليات الاوروبية والعالمية والمصرية وكل شيء عشر اهداف طبعا كان فيه قبليه اسمي كبير وتاريخي طبعا في الملاعب الاوروبية مش بس في انجلترا احمد حسان ميدو بس لما تيتكلم على محمد صلاح تعرف يعني ايه بتسجل متين هدف في انجلترا متين هدف ده فوق 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 الخيال واكتر شوية فوق كمان مستحيل مستحيل كان ييجي ببالك ان فيه لاعب مصري في انجلترا يسجل متين هدف متين هدف وليس ان شاء الله لسه الايام كتير رقم خزع بالي رقم لا يصدق رقم يعني يخليك فرحان ومبسوط وفخور ومنتش كده الف مليون مبروك لمحمد صلاح ربنا يا رب اكرمه فيما هو قادم لعب مجتهد لعب عنده ضمير في شغله لعب مركز لعب محترف لعب بيدي للدولة الانجيزة وبيدي لليفلبور وبيدي لنفسه وبيدي البلده كل هذه الانجازات كل الانجاز بيعمله محمد صلاح هو بالتأكيد محسوب ليه ومحسوب ليه نحن اسمه مصر لما بيتكرر دايما جمع محمد صلاح ده فخر دينا المعلق لما يقول الصحافة لما تقول الجماهيل لما تهتف كل ده لينا كسبانين احنا كلنا كسبانين اه هاتيجوا تقول لي الجملة الشهيرة دي اللي هي ايه ما اكيد بيعمل لنفسه ما طبعا بيعمل لنفسه التحرك لما تنزل من بيتكو تروح تشتغل وانا لما بنزل من بيتنا بروح اشتغل بحاول انجح انا لنفسي بس حلو او لما يبقى نجاحك كمان في حواليك ناس كتيرة كسبانين منه فده بلده كسبانة منه كسبانة من محمد صلاح نجاحه ده احنا منكسا منه بشكل مباشر شكل غير مباشر احنا كسبانين كلنا فانشاء الله يا رب الارقام تزيد وتبقى حسط على وريك الارقام الكلاسية اللي عملها مع محمد صلاح بعد ما سجل هدفين النهاردة في فوز فريو على بلينتفورد بالمناسبة هو ثاني الهدفين في الدولة الانجليزية حتى هذه اللحظة طبعا تحت هلند هلند طاير ما بيهداش هلند محمد صلاح اصبح اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ست مباريات على التوالي على ملعب انفلد في بداية موسم الدولة الانجليزية والنجم المصري سجل او صنع في خمستاشر مباراة على التوالي في الدولة الانجليزية الممتازة على ملعبه اللي يصبح خلفا لألان شيرر شوف الاساطير ألان شيرر صاحب التمنتاشر مباراة وتيري هنري صاحب السبعتاشر مباراة هنلحقهم إن شاء الله رفق محمد صلاح رصيده من الاهداف في الدولة الانجليزية خلال الموسم الجاري الى عشر اهداف ثانيا في قائمة ترتيب الهدفين خلف هلند صاحب التلاتاشر هدف بهدفه في الشباك برينفورد وصل صلاح الى امتين هدف في كرة القدم الانجليزية خلال مسيرته الكروية حيث رفع رصيده من الاهداف رفقة ليفربول الى مية تمانية وتسين هدفا اضافة الاهدفين سجلهم مع فريق السابق شالسي رفق محمد صلاح رصيده من الاهداف الى مية تسعة واربعين هدفا في تاريخ مشاركات وبالدولة الانجليز اللي يحتل المركز الحادي عشر في قائمة هداف المصابقة بالتساوي مع عليس فردناند ويتبقى لها هدف وحيد الاقتحام قائمة العشر الاوائل بالتساوي مع مين مع مايكل اون لا سجل مية وخمسين هدفا يا خبرة بيضع الأرقام يا خبرة بيضع الأرقام ده خلى يورجان كلوب بعد المباراة قال ان صلاح لاعب استثنائي وقدم مباراة عظيمة جدا ضد لاعبين طوال القامة في الدفاع والوسط وساعدنا كثيرا على الاحتفاظ بالقراء قال الهدوء اللي سجل به لهدف الاول كان جنونيا في ظل لحظات جيدة للفريق وكان مهم جدا ان الفريق يسجل احتفل الجميع بالهدف الثاني أكثر لأنه رقم ميتين في تاريخ محمد صلاح دا كلام يورجان كلوب